انا في شكر الاسماء جميعا ليتفضل خديلة الشيخ فتحي شهات جمع ليقدم خديلة الشيخ الدكتور الزكري الغطيم في كلمة ارساء وعزاء للأسرة الكريمة فليتفضل مشكورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الإخوة الأحباب بعد عمل يوم طويل وشاق لمتابعة جميع إدارات مدرية أوقاف الشرقية جاء فضيلة الشيخ زكري الخطيم وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية ليقدم واجب العزاء لفضيلة الشيخ عبد القادر شعبان وإلى أخيه المهندس سامح شعبان في وفاة والدهما الراحل وهو من أهل القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن تتلألأ لأهل السماء كما تتلألأ النجوم لأهل الأرض أيها الإخوة الأحباب ما وقفت هنا متحدثا ولا خطيبة وإنما لأسجل واجب العزاء باسم مدرية أوقاف الشرقية وعلى رأس هذه المدرية فضيلة الشيخ زكري الخطيب المسؤول الأول عن الدعوة بالشرقية كما نقدم خالص الشكر للأخوة القراء والمشايخ الذين أتوا من كل مكان ليؤدوا واجب العزاء إلى فضيلة الشيخ عبد القادر شعبان وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لشيخنا فضيلة الشيخ فتحي شعاته نيابة عن فضيلة الشيخ زكري الخطيب بقيلة أول وزارة الأوقاف الشرقية أيها سيدة أتقدم مجزول الشكر للسيد فضيلة الشيخ الدكتور زكري الخطيب تم أشكر أيضا للأخوة القرامة الحج أحمد أبو هاشم حمودة والحج علاء تمين وأحمد لطف العطار وأبنائه وهو جميعا أبناء الفراشات الحج أسام أبو سبك وعلى أبو بكر البحطيط يا عشان وفضيلة القارئ الشيء الغريب كتب حسن تم أشكر الحج محمد الخولي وحج أحمد الخولي وأشكر أيضا للشيخ نعيم المسلمي في عاطف البياضي حج السيد متلي بالرحمني الحج رسمي النجار شاء الله ملتو جريب كما أشكر أيضا لصاحب طراشة الليلة أولاد موسى بكفر عديمة الأنسة الإزائية أولاد عبد العال بكفر حمودة وقدمي الضيافة والأنسة الكاربائية أولاد الحج صديق أبو هاشم تم أشكر لمساورنا الليلة ومخرجنا ناصر صلاح أشكر أيضا لكل من شرف ولم يذكر اسمه شكر الله لكم جميعا يتوقف إرسالنا إلىنا بعد صلاة المغرب ثم نستعنف التلاوة مرة مخرى بعد صلاة الإشاء اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره سبحانك ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين لك الحمد أنت الرحيم الرحمن لك الحمد أنت الملك الديان أكرمتنا برجب وشعبان ورمضان ووعدتنا سبحانك بفسيح الجنان وبشفاعة النبي العدنان إخوتنا إخوة الإيمان في ليلة تكريم شيخنا حامل القرآن ومعلم القرآن فضيلة الشيخ شعبان أحمد رحمه الله وفي ليلة النص من شعبان إثبات من الملك الواحد الديان أن لكل ملئ من اسمه نصيب وشيخنا شعبان أراد إرادة الله له في ليلة النص من شعبان ما في ذلك إلا رجب من الملك الديان ليلة القرآنية يحضرها العديد والعديد من أهل القرآن تقيمها أسرة الراحل الكريم بمثلة في فضيلة شيخ عبدالقادر شعبان والأساس سامح شعبان والأستاذ عصام شعبان والأستاذ أحمد شعبان بوجود أهل القرية السجعاني معهم صغيراً وكبيراً أني لأرى الحد عهدي والحد تلبب عبدالرحيم والكبت وليد أبو سالم والأستاذ أسامح عبدالرحمن والأستاذ أختار أبو منير وأرى من رجال القرية الكثير والكثير من يقفون جنباً إلى جنب بجواري خضيلة الشيخ عبدالقادر شعبان أتقدم بالشكر للقيقبة القرآنية ممثلة في فضيلة الشيخ منبوح جودا سعد قارئ إذاعات مصر العالم الإسلامي وأيضاً في فضيلة الشيخ محمد محمد مراعي الذي ما أخره من اتباع الطرق السفية وفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح محمد عرل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والقادر الشرعي لمدينة أبو حمد وكذلك فضيلة الشيخ سعد النجار شيخ صلاح المسلمي هذه الليلة القرآنية أنا أقدمها والمفروض معي الأخوة الإبن الكبير المحترم شيخ عاطف البياضي لكنه آثر أن يتلقى العزاب أشكر أيضاً للشيخ إبراهيم بن رفاعي الشيخ غريب كتب حسن شيخ محمد لطفي عبد الفتاح أتقدم بالشكر أيضاً للشيخ محمد شوقي والشيخ محمد عبد الرحمن وأشكر أيضاً لكل من شرف من أهل القرآن قبل أن نبدأ الليلة قبل أن نبدأ الليلة علينا أن نطبق حديث نبينا الكريم الذي قال فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة فشباب كفر حمودة أهل الكرم والأدب والجودة علينا أن نفسح لضيوفنا شباب كفر حمودة اللي حاسس أن فيه واحد يحزي يجوم يوسع له علشان ربنا قال لنا إذا أمرنا تفسحه في المجالس تفسحه يفسح الله لكم